أغلقت سلطات الاحتلال للإسرائيلية البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة وشددت من إجراءاتها الأمنية والعسكرية في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة وأضح أحد حراس المسجد الأقصى المبارك أن جيش الاحتلال قام بأغلاق البلدة القديمة بمناسبة ما يسمى يوم الغفران ولا يسمح لأي فلسطيني بالدخول إليها إلا السكان كما أنه قام بأغلاق كافة الطرق بالمكعبات الإسمنتية ونبه الحارس الذي لا يسمح له بالحديث لوسال إعلام أن عدد المصلين داخل الأقصى قليل جدا ولا يسمح جيش الاحتلال لأي مقدسي أو فلسطيني بالوصول للمسجد الأقصى من خارج البلدة القديمة وذكر الحارس أن مجموعات كبيرة وصل عدد أفرادها إلى ثلاثين متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في حدود السابعة صباحا من باب المغاربة منوها إلى أن بعض المتطرفين حاولوا إدخال البوق لكن شرطة الاحتلال قامت بمنعهم أوضح أن بعض المتطرفين قاموا بأداية قوس تلمودية وسط حالة من التوتر تسود المسجد الأقصى ورغم قلة المصلين الذين تصدوا لهذه الاقتحامات بالتكبير مؤكدا أن إغلاق الشوارع حالة دون وصول المصلين لكن بعضهم استطاع الوصول لصلاة الفجر وما زال بعضهم يمكث معتكفا في المسجد أكد الحارث أن اقتحام المتطرفين يتم تحت حراسة قوات كبيرة من جيش الاحتلال وعناصر المخابرات الإسرائيلية التي تتواجد بأعداد كبيرة